أهلا بكم الفقرة دي الحقيقة من أصعب الفقرات اللي بقدمها من أول ما بديت أقدم آخر كلام هنا يعني من سنة وشوية لأنه الحقيقة أنتوا عارفين معزة الرجل اللي أنا هتكلم عنه ده لدرجة أن أنا أطلقت حمل الترشح للانتخابات الرئاسية وقلت نعم لكامل الوزير رئيسا للجمهورية وقلت أنه هو ابن المؤسسة العسكرية وخير خلف لعبد الفتاح السيسي لو يعني السيسي قرر أنه ما يترشحش أو أي حاجة تانية منعته من الترشح فقلت الحقيقة ما نقدرش نسلم البلد لأي حد غير الفريق كامل الوزير وزير النقل ورجل صاحب خبرة كبيرة الحقيقة الفريق كامل الوزير واضح كده لمصطفى بكري متفق معايا في القصة وقرر يعمل معان بارح لقاء تلميعي لقاء حلو كده بيطلع لك كامل الإنسان اللي بيعاية على الهوى وبيتأثر وبيتكلم عن رئيسه وبيفخرة بيتكلم عن قائده مع شوية كده بهارات لطيفة جدا زي نصائح جدته اللي قالت له أنه مش عارف إيه ما بيموتش وإيه ما بيموتش لكن لما حد يقولك يا فاشل أو يا فاسد فانت كده ممكن تموت مش عارف الحقيقة كامل لسا عايش ليه مع أن الناس بتقوله يا فاشل من سنين طويلة يعني تعالوا نشوف كامل الوزير وهو مع مصطفى بكري بيعيط وبيتكلم عن المكالمة اللي عيط فيها في التليفون لعب الفتاح السيسي ثاني يوم بدأنا نعمل مداخل ودافرامو للحوائط الأمامية بتاعت النفا وبدأ المكانة تشتغل أنا في الليلة دي بايت في الإسمعاليه ما روح إزاي دي احنا بنيم الحدس لأول مرة نعمله وحاجة تاريخية وشركات أنا عايز أبضل معاهم إحنا بدأنا في الإسمعالي الأول عاز أبقى معاهم في أول ليلة دي عشان الناس تقوى وتشتغلوا حماس السعر بقى الفجر المكنات تشغالة المكنات توقفت حصل عطي المكنات توقفت أنا بحكي لحاتك زي اللي هي نفس اللحظة دي الوقت فلوم نصلينا الفجر قلتونوا وصلوا الفجر وربنا ينكرمنا والناس بتوعنا حاولوا كده مع الراجب تاع هيرين كنشت شوفوا إيه الموضوع ليه الصمام نتقفل وإيه اللي حصل يعني احتمال يقابلنا الموقف ده كتير فإحنا متعودين على كده فبس بسرعة عشان لحنا ننسى في البداية وما ينفعش ويا يا رب وفقنا ويا رب نجحنا وروحنا صلينا وبعد صغات الفجر ليه سيطر إيس بتوصل بي بعد صغات الفجر سبحان الله فقلتولي فنم سبحان الله هو ستك كنت حرف أن أنا مزنوء أو في ديئة يعني قالتها بس أقول لي في إيه بكيت قلتولي فنم إحنا في قهوة اليوم حفر وما كان عطرت وفحنا بكيت المدرسة أبقى فنم قال لي لأ وحياة دموعك يا كامل وحياة دموعك يا كامل هننجح وربنا ننجحنا لا تقلقش قلص المكالمة مع الرافل ورجعت شوف أقول لك على حاجة يعني أنا عارف أن الصوت بالطريقة دي يمكن ما يخليش الناس تحس بصدق الفريق كامل الوزير عشان كده تعال استعرض معاك والتصريحات اللي قالها ما نلعبش باقي الفيديوهات لأنها تبقى بنفس الطريقة فممكن أنتم ما تتفاعلوش مع سيادة الفريق كامل وبقى أنا كده بضره وأنا زي ما قلت لك أنا الراجل يعني حاطت تقلي كده وراء لو ترشح للرياسة يعني فخلينا نشوف أبرز تصريحات الفريق كامل الوزير في لقائه مع مصطفى بكري ويعني هنعلق على معظم هذه التصريحات مع ضيفي الأستاذ محمد ربولانين بعد يعني دقائق طيب الفريق كامل بقولك إيه التنمية الحقيقية بكل أنواعها زراعية صناعية سياحية لا تتم إلا بالطرق والكباري فكيف نبني دولة بلا أساس للطرق خلي بالك إحنا كده خلاص ما فيش تنمية بأي نوع إلا بالطرق والكبار يا جماعة فكده حسمها الفريق كامل الرئيس قال لي جملة شهيرة عنده صعب ولا مستحيل قلت له هو صعب جدا لكن مش مستحيل محدش عارف قيمة هذا الرجل على السيسي يعني ويوما ما أنا هكتب مذكراتي وهحكي فيها الرجل ده عمل إيه في البلد أنا الحقيقة متشوق أقرى مذكرات كامل الوزير عن عبد فتاح السيسي كل شوق يعني طيب بيقول كمان الرئيس السيسي كان يواجهنا بالتنمية دائما حتى أثناء حكم الإخوان وكان بيساعد عشان البلد أنا مش عارف الحقيقة هل من وظيفة وزير الدفاع في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي أنه كان يوجه بالتنمية ولا دي كانت مسؤولية رئيس الجمهورية برضه مش عارف التصريح داي دين السيسي ولا حاجة كويسة أنه كان بيوجه بالتنمية من وراء الرئيس مش عارف يعني لأن كامل ما جابش سيرة الرئيس في الوقت ده طيب قالك أنه الشعب كمان كان غاضب من حكم الإخوان وإحنا ضغطنا على الرئيس السيسي للترشح للرياسة بيقول له جدي طلع جده مش جدته كان بيقول لي ممكن ما تكلش ممكن ما تنامش مش هتموت لكن كلمة ممكن تموتك زي كلمة يفاشل أثناء فض ربعة في مكالمة مع السيسي رفض السيسي هدم عمارة كان فوقها مسلحين أو إصابتهم بالأذن الرئيس الإنسان حتى جوه المدبحة تحسه إنسان تمام السيسي يتعاق أنا بحاول مع اللقش على فكرة عشان تضيفي علق يعني السيسي يتعامل بشهامة ونبل وأخلاق وأصول تمام كنا في سلاح المهندسين نتولى وضع خطط لفض ميدان ربعة والاستعادة المكان لوضع الطبيعي ماشي السيسي اتصل بي وأنا ببكي ومزنو فبكيت قلت له أول يوم حفر قال لي وحيات دموعك يا كامل هننجح ودموعك غالية يا سيادة الفريق